موسيقى لم تمنع الأمطار هؤلاء المعتصمين في ميدان نيلسون مندلا بمدينة رومالله من الاعتصام ورفع اللافتات لمطالبة مصر بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إحنا بدنا نادي بتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة شعبنا حالياً وإحنا بنحكي هلأ في حالة جوع في مجاعة في غزة إدخال المساعدات، إدخال الأدوية، إدخال الجرحة، إخراج مبتورة أطرافهم، الأمراض المزمنة ومرض السرطان معبر رفح يعتبر الممر الوحيد للمواطنين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي بإشراف فلسطيني مصري، لكنه اليوم بأتخاضع للرقابة الإسرائيلية من خلال تفتيش الاحتلال للمساعدات الإنسانية ومنع بعضها من الدخول إلى القطاع إحنا بنقول أنه أمام ما يجري في قطاع غزة فلتسقط كل القوانين وكل المعاهدات إحنا بنحكي عن 2 مليون فلسطيني محاصرين في غزة بالجوع والقتر والقذايف وبالتالي ما في أي معنى حدا يجي كل اليوم في اتفاقية أو قانون إحنا بنعتقد أنه الدور الوطني القومي، أنا اللي أنا بعتبر غزة جزء من أمن القومي لمصر أنا بعتقد أنه تباً لكل هذه القوانين ويجب تجاوزها أتمنى على مصر أن حكومة وشعباً أنهم يخفوا في الحصر على غزة يدخلوا المساعدات، يدخلوا الجرحة، يدخلهم لمصر لتعالج لأن أعدادهم كبير هم أكثر الناس معرفة بوضع غزة كدهش صار مأساوة إبادة غزة ليس لمصلحة المصر الكومية ولا للمدى البعيد ولا للمدى القريب وبرأي الكثيرين فإن استمرار مصر في الخضوع للشروط الإسرائيلية في إدخال المساعدات ونقل الجرحة للعلاج في الخارج يجعلها شريكة في الحصر ترجمة نانسي قنقر